السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيزان المشاهدين مشاهدي برنامجكم المفضل في بيتنا المدرسة النهاردة ان شاء الله هنتكلم مع بعض في حلقة خفيفة في حلقة لايت كده عن تخصص الكهرباء وهنبدأها بنشأة التعليم الفني وهنتكلم عن التعليم الفني في العموم كان نشأ ازاي والنهضة الصناعية اللي حصلت فيه التعليم الفني وكمان هنتكلم عن العصور او الحكومات اللي اهتمت بالتعليم الفني وعملوا النهضة فيه التعليم الفني مرورا بعصر الصورة وهيئة الأبناء التعليمية اللي اهتمت بالتعليم الفني كمان هنتكلم عن العصر اللي احنا بنعيشه دلوقتي والجمهورية الجديدة اللي احنا بنعيشها واهتمامها بالتعليم الفني عملت ايه في تطوير التعليم الفني هنشوف مع بعض الطلبة داخل التعليم الفني وخصوصا احنا بنتكلم النهاردة حلقة خفيفة كده عن تخصص الكهرباء من خلالها هنقدر نقول شوية مهارات او مجموعة من المهارات كده اللي هي تخليني انا كربة منزل او والد في البيت رب الاسرة او الابن او البنت الجميلة في البيت تقدر تقوم باي مهمة في البيت حتى لو يعني الناس في مجموعة من الناس كده بيحبوا يقوموا بالمهمة لوحدهم اما بيحتاجوش لفني او يعني بالعمية كده بيحتاجوش لصنايعي ان هو يدخل البيت او ان هما يقوموا بالمهمة لنفسهم بيحبوا يدوسوا في كل حاجة كده لوحدهم تمام اول حاجة هنقولها النهاردة انه التعليم الفني لما نشأ او يعني بداية من عصر الفرعنة كان عندنا اهتمام بالتعليم الفني وكان التعليم الفني وقتها كان منقتصر على جزئين مهمين جزء خاص بفنيين للقصور وفنيين للمعابد كانوا من خلال الجزء دوت او النوعيتين الخاصين بالتعليم الفني ساعتها كان بدون مدارس وبدون قراءات وكتب ولكن هما كانوا بياخدوا قدر كبير من التدريب وده الجزء اللي قايم عليه التعليم الفني اللي هو الجزء التدريبي الجزء المهاري الجزء العملي اللي بيقوم عليه التعليم الفني دخل كمان بعدها عدت المرحلة بتاعة العصر الفرعوني مرورا بقى بباقي العصور بعدها حتى وصلت مصر إلى عهد حكم محمد علي والنهضة الصناعية اللي عملها محمد علي واهتمامه بالتعليم الفني لدارة أنه هو اهتم أنه يرسل أو يبعث بعثات للخارج للدول الصناعية الكبرى العمالة المصرية تروح للخارج تتدرب وترجع عمالة مدربة ماهرة تخدم السوق المحلي كان الهدف منها ساعتها أنه هو بدل الدولة ما بتعتمد على الصناعات الخارجية أو بتعتمد على أنها بتستقي صناعاتها أو المواد أو العناصر اللي بتحتاجها الدولة لازم تيجي من بره مستوردة وبتكلف هو كان عنده نظرة بعيدة شوية في أنه قدر يدرب عمالة مهرة ويجيبها المصر هنا تدرب بقية أو باقي العمالة اللي موجودة عندنا لدارة أنه قامت النهضة الصناعية في عصر محمد علي بالطريقة دي وكان الهدف منها أنه هو يعني زي كده عملية سحب البساط من أسفل أقدام الدول الصناعية الكبرى أو الدول الأوروبية اللي كانت قاطرات الصناعة في العالم وقتها فمن بعدها بدأ الاهتمام بالتعليم الفني من بعد عصر محمد علي مرورا بقى بعصر الصورة ولما قامت الصورة اللي حصل أنه هم اهتموا كمان بالتعليم الفني بشكل زيادة وعملوا هيئة البنية التعليمية الهيئة دي كانت قائمة على الاهتمام بالمدارس من حيث البناء والتشييد والتجهيز كانت الهيئة دي مستقلة أو هيئة تابعة الدولة بتقوم بتجهيز المدارس من الألف للياء بأبواب وشبابيك ودسكات مقاعد كل حتى المدانة بالمعه راكز التطوير على مستوى الجمهورية كانت مرورا بقى بعصر الرئيس الراحل جميل عبد الناصر ورئيس الشهيد محمد أنور السادات ورئيس محمد حسين مبارك اللي عصرنا الحديث والجمهورية الجديدة في عصر الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتمام كبير يعني أكد أجزم أنه ما شفناش اهتمام كبير في التعليم الفني زي الوقت اللي احنا فيه الاهتمام دلوقتي ما بقاش بالمدرسة فحسب لا ده الاهتمام بقى في بناء المدارس بناء المدارس وتشهيدها على أحدث الاترازات أو على بتكون كبنايات مواكبة لسوق العمل أو المهنة التخصصية اللي هتدرسها أو اللي هتتضرب عليها كمان التجهيز بأحدث المعدات والمكينات كمان دخل معانا في بعض الشركات أو بعض الهيئات اللي بتعمل مدارس خاصة لنفسها وبيبقى بتطلع العمالة المهرة اللي هي تقدر تخدم صنعتها أو مهنتها يعني بشكل يكون مهاري ممتاز كمان التطوير ما اقتصرش على أنه دلوقتي أنه فيه مكينات بس يعني الموضوع كبر عن كده ودخل فيه المناهج كنا كلنا يعني كطلبة كنا بنعاني من موضوع الحشو في الكتب والمناهج الموضوع تبسط وبقت المعلومة محددة المعلومة مقصودة أنه أنت هتاخد الجزء المعين جزء معرفي هيخدم جزء مهاري الجزء المهاري اللي هتكتسبه هو اللي هيخليك تقدر تواكب سوء العمل وكمان التطوير اللي حصل دلوقتي في عملية التعليم الفني أنه ما بقاش المقصود أنك تواكب السوء المحلي بالعكس الموضوع تطور أنه بيجاهزك أنك تواكب السوء العلامي في تخصصك السوء العلامي فيه تخصصك اللي أنت بتتضرب عليه إحنا النهار ده هنتكلم عن تخصص الكهرباء في التعليم الفني الصناعي طبعا كلنا عارفين أن التعليم الفني ليه قطاعات مختلفة قطاع بيخدم التعليم التجاري اللي هو بينقسم لجزئين التعليم التجاري والفندقي وعندنا كمان التعليم الزراعي وكمان في التعليم الصناعي إحنا موضوعنا النهار ده التعليم الصناعي قسم التركيبات والمعدات الكهربية أول حاجة هنتكلم عنها عن قسم التركيبات والمعدات الكهربية القسم ده طبعا بينقسم إلى جزئين داخليا بيتشعب داخليا في جزئين الطالب بيدخل في الصف الأول إحنا عندنا نعين من المدارس في التعليم الصناعي اللي فيها تخصص التركيبات والمعدات الكهربية عندنا مدارس في موجود مدارس نظام الثلاث سنوات ومدارس نظام الخمس سنوات المنهج في المدرستين أو في النظامين من الصف الأول لصف الثالث الطالب بيدرس نفس المناهج في النظامين في المدارس الثلاث سنوات أو نظام الثلاث سنوات ومدارس نظام الخمس سنوات من الصف الأول للثالث المنهج واحد مجموعة من المعارف بتخدم مجموعة من المهارات تكتسبها أنت كطالب تأهلك أنك تكون مواكب لسوق العمل طيب الصف الرابع والخامس في المدارس نظام الخمس سنوات اللي بيطلق عليها المدارس المتقدمة الصف الخامس بيبقى الطالب بيتلقى مجموعة من المهارات بشكل أكبر عن اللي خده فيه الصف الأول للثالث مجموعة المهارات بتسقل عنده الجانب المهني والتقني والمهاري اللي هو اكتسبه فيه الثلاث سنوات بيجي بعد كده فيه الشهادة في الصف الخامس في نهاية الخمس سنوات بيبقى مطلوب منه أنه هو يعمل مشروع تخرج مشروع التخرج بيبقى عبارة عن مشروع أو مجموعة من المهارات اكتسبها على مدار الخمس سنوات بيطبقها في المشروع اللي هو بينفزه هو مجموعة من الزمل بالنسبة للتخصص الكهرباء بيندرج جوه أو داخل التخصص فيه تشعيب بيبقى فيه تشعيب بيبقى اللي هو تخصص نقل وتوزيع الطاقة وده بيبقى في مدارس الخمس سنوات لأنه في نظام الثلاث سنوات الطالب بيدرسها عامة اسمه تركيبات ومعدات كهربية ولكن في نظام الخمس سنوات بيبقى فيه تشعيب نقل وتوزيع وتخصص آلات ومعدات هنا بيدرس ايه الطالب وهنا بيدرس ايه الطالب احنا ممكن نقول انه في نظام الثلاث سنوات من الصف الاول للثالث الطالب بيدرس التركيبات والمعدات الكهربية بشكل عام يعني ايه؟ يعني بيدرس المولدات وبيدرس المحركات اول حاجة بيدرسها او بيتعلمها الطيار المتردد وانواع الطيار اللي موجود وازاي يحصل عليه كمان بعد كده بيدرس بقولنا المولدات والمحركات ده في الجزء الخاص بالالات والمعدات وعندنا بعد كده فيه التخصص التاني اللي هو بيدرسه برضو فيه الثلاث سنوات الاول او من الصف الاول للثالث في نظام الثلاث سنوات او نظام الخمس سنوات كمان بيدرس انه نظام تركيبات كهربية التخصص بالمهارة اللي هو محركات يقدر يعمل الصيانة يقدر يكتشف الاعطال يقدر يعيد لف المولدات والمحركات كمان في الجزء الخاص بالتركيبات الكهربية بيتدرب الطالب وبيكتسب المهارة فيه انه يقدر يأسس منشأة صنعية او شقة او مكاتب من حيث التركيبات الكهربية اضاءة وكل الجزء الخاص بالتركيبات الكهربية والتمديدات الكهربية بيتعلم التعامل مع المحولات وبيدرس المحولات وبيدرس خطوط النقل الكهربية بداية يعني بياخد التخصص من اول محطة التوليد حتى ما يوصل او لحد ما يوصل لشبكة التوزيع والمستهلك اللي هو شبكة التوزيع دي بتبقى خاصة بالمحولات والكبلات وخطوط النقل لحد ما يوصل للبيت والتركيبات الكهربية اللي هو ممكن يعملها في البيت من حيث المفاتيح والمآخذ الكهربية اللمبات تركيب اللمبات ازاي يقدر يوزع اللمبات بناء على ايه؟ ان هو على شدة الاضاءة والفيد الضوئي لللمبات كل ده حسابات هو بيتعلمها وبيكتسبها كمهارات ومعارف بيقدر من خلالها يقوم بتنفيذ عمليات محددة او العمليات اللي بتسند اليه وتوكل اليه في مجموعة حاجات لازم احنا نبقى عارفينها الاول احنا هنخاطب في حلقتنا النهاردة هنخاطب الناس في البيت الاسرة في البيت وفيه جزء هنتكلم فيه برضو هيبقى موجه للطالب اللي داخل مدرسة التعليم الفني انت هتدخل المدرسة دي هتدرس ازاي؟ هتتعلم ازاي؟ سلوكك هل يتوقف عليه جزء من تقييمك؟ ولا لأ؟ المهارات اللي هتكتسبها هل هي مهارات بنكتسبها داخل المدرسة ما ينفعش اطبقها بره؟ ولا ينفع اطبقها بره؟ إيه اللي يخليني لو انا مثلا طالب بحب اشتغل في الصيف إيه اللي يخليني اسقل المهارة اللي انا هتعلمها في المدرسة وعلى اي اساس الشغلانة اللي هاشتغلها بره او الشغل اللي هاشتغله في الاجازة في اجازة الصيف بعد ما ربنا بيكرمكوا كده في الامتحانات وبتنجحوا بتحب انك تشتغل بدل القعدة وتروح تسقل المهارة اللي انت تعلمتها في المدرسة وده أفضل شيء أن أنت لو حبيت أنك تمارس شغل في أثناء الأجازة الصيفية أو توقف الدراسة بيبقى يفضل أنك دور على الشغل اللي يخدم تخصصك أنت كي طالب تعليم فني وولي الأمر في البيت كمان أنه لما ابنك يحب يشتغل شغل وأنت وفقته أنه يشتغل الشغل في الأجازة أو يقوم بوظيفة في الأجازة أو شغل في الأجازة اختار أو اتناقش مع ابنك فيه أنه أنت بتدرس تخصص كهرباء أين كان التخصص اللي هو بيدرسه أنت بتدرس تخصص كهرباء تخصص ميكانيكا تشغيل على الماكينات أو تخصص إلكترونيات أو تبريد وتكييف أي صناعة من الصناعات داخل المدارس الصناعية يريد تتكلم مع ابنك في اختيار المجال بتاعه ليه؟ لأنه هو في المدرسة بيدرس التخصص أكاديمي شوي يعني فيه كلمات أو مسميات العناصر وعدد وأدوات بنقولها بشكل في المدرسة بشكل أكاديمي شوي لكن في سوق العمل بره بتلاقيها وغدا مسمى تاني خالص يعني بيبقى بيباليها اسم كده مختلف في المدرسة بيبقى جاي طبعا من المدرسة يقول بتسمي العناصر الأدوات في المنهج وطبعا بيحاولوا أنه هما بتكون العناصر دي مواكبة للسوق برضو ولكن العمالة أو الفنيين في السوق في سوق العمل بيبقى عندهم مسميات الطالب مش هيكتسب المهارة دي أو اللي هي مهارة أنه يبقى عارف اسم الآلة دي أو المعدة دي في السوق اسمها إيه لأنه هيتعلمها في المدرسة بشكل أكاديمي زي ما قلنا هيطلع السوق هيلاقيها بلغة الصناعية أو بلغة الفنيين العمالة المهرة اللي موجودة في السوق هيلاقيها بلغة تانية خالص طريقة التركيب طريقة التركيب للعناصر اللي هو يعني العناصر تخصصه هيلاقيها في المدرسة بشكل أكاديمي برضو تمام اتعود أنه هو في المدرسة لازم يرسم مخطط تنفيذي للدائرة الكهربية اللي هيقوم بيها لازم يعمل مخطط المخطط ده لازم يقوم أنه هو يرسمه الأول على الجدران الحائط لو هو هيعمل شقة مثلا هيعمل شقة يأسسها كهرباء أو أنه هو دخل على محل من المحلات أو مول أو منشاقة صناعية عاوز يعمل لها التركيبات الكهربية بتاعتها فهو تعلم أنه شوف الشكل اللي قدامك المساحة الهندسية اللي قدامك هيجي لك مخطط هندسي المخطط الهندسي هتبدأ أنت تنزل عليه المخطط الكهرابي يعني أنت هيجي لك مخطط معماري في ورقة الورقة دي أو لوحة مرسومة أنت هتاخد اللوحة اللي جات لك أو الرسم التخطيطي اللي جالك المعماري أنت هتنزل عليه الرسم الخطي بتاعك اللي هو يخص تخصص الكهرباء فده شكل أكاديمي العمالة في السوق هو خلاص من كتر الشغل بتاعه من كتر شغله فهو خلاص عارف مثلا الشقة قطن وصالة لو النظام العادي يبقى خلاص في كل حجرة فيه مصباح أو لمبة ومفتاح وبريزة أو بيبقى يتحكم فيه يعني حسب العميل ما قاله لكن هو بقى بممارسته للعمل بأنه بيدور الطالب لما بينزل السوق فبيشوف مع الفني اللي هو بيشتغل معاه بيشوف شغل تاني هو شافها في المدرسة بشكل فبيشوفها في السوق سوق العمل بشكل تاني فبيبقى ألم أنه هو اكتسب المهارة بشكل معرفي كويس بشكل معرفي كامل اتعلم في المدرسة شكل معرفي وخد مهارة في المدرسة قدر من خلالها ينزل السوق عارف أنه هو هيتعامل مع الطيار الكهرابي إزاي هيتعامل في التأسيس الأول إزاي لما يجي شطة بالشقة هل الطيار هيبقى واصل ولا لا وده مهم قوي أن الطالب يبقى واخد باله من جزء السلامة المهنية بتاعته أو السلامة والصحة المهنية بتاعته وده جزء هنتكلم فيه لاحقا دلوقتي لازم يبقى من خلال شغله اكتسب المهارات الكافية أنه هو يقدر ينزل السوق ويشتغل من خلال شغله في الأجازة بيرجع السنة اللي بعدها أو العام الدراسي الجديد اللي بعدها بيقدر مع مدرسه في المدرسة أنه هو بيكون قابله في السوق العمل أو في الشغل اللي هو اشتغله حاجات لسه ما خدهاش في المدرسة فبالتالي هيدخل على العام الدراسي اللي بعده العام الدراسي الجديد وليكن كان في الصف الأول دخل في الصف الثاني هيدخل على الصف الثاني مثلا وهيلاقي أنه الحاجة اللي كان اشتغلها بإيده بره بدون معرفة أو بدون معلومات عنها لا ده هو دخل المدرسة وقدر أنه هو بقى جاهز وعنده القابلية أو عنده الاستعداد أنه هو يخش يشتغل مش خايف من الشغل مش خايف أنه هو يشتغل على يعني ينفس دايرة كهربية ويقدر يوصل الطيار ويحمل الحمل بتاعه أو يركب الأحمال بتاعته مش خايف من الشغل ولما لقى الحاجة اللي هو اتعلمها في الشغل في السوق بره لما لقاها في المدرسة ودخل يشتغل عليها فبقى محتاج أنه هو يشوف الشكل الأكاديمي الشكل المعرفي اللي هو هيتعلمه اللي هو تعريف الحاجة دي العنصر دا خصائص العنصر دوت ايه المميزات بتاعت العنصر دا لأنه هو وصله بره واكتسب المهارة باقي أنه محتاج ياخد المعرفة والشكل الأكاديمي برضو للتنفيذ والتوصيل واللي هو الجزء الخاص بيه المهاري لما بنتكلم في تنفيذ وتوصيل فده بيبقى جزء خاص بالجانب المهاري طيب وليه الأمر في البيت ربط المنزل في البيت أنت كشاب قاعد في البيت حصلت مشكلة في الطيار الكهرابي الأول أنت لازم تبقى عارف الطيار الكهرابي دا بيجي لك إزاي الطيار الكهرابي بيتولد أو بينشأ في محطات التوليد اللي هي محطات توليد الطاقة الكهربية ودي الدولة قدرت أن هي تعمل اكتفاء كبير أو تحقق قدر كبير من بناء المحطات وتوفير الطاقة الكهربية وكمان قدرت أن هي تخلي أو تحافظ على استدامة أو استمرارية التغذية بالطاقة الكهربية لدى المستهلكين الطيار الكهرابي أنت كواحد قاعد في البيت أو ربة المنزل ولي الأمر الشاب اللي قاعد في البيت أو الفتاة اللي هي قاعدة في البيت لازم تبقى عارف الطيار دا بيجي لك إزاي وأنواع الطيار اللي جايين اللي داخلك أو اللي أنت تقدر تحصل عليهم إيه هما الطيار بيتولد في محطات التوليد بيبقى طيار متردد دا بيطلع من محطات التوليد طيار متردد بينتقل من محطة التوليد إلى شبكات التوزيع ومحطات التوزيع اللي هي بقى فيها المحولات اللي بتوزع للمدن والقرى والأماكن المناطق السكنية والصناعية بينتقل من محطة التوليد إلى شبكات التوزيع من خلال إما كابلات أرضية خطوط نقل أرضية أو خطوط هوائية طيب الخطوط النقل الهوائية أو خطوط النقل الأرضية وتنقل وده برضو موضوع إحنا هنتكلم فيه لاحقاً وهنشوف صور للجزء الخاص بالأبراج والكابلات والحاجات اللي هي أو وسائل نقل الطاقة هنتكلم عنها لاحقاً برضو ولكن إحنا دلوقتي باللي جاء هو الطيار طلع من محطة التوزيع بيروح لمحطات التوزيع ومن محطات التوزيع بنفس رسيلة النقل سواء كابلات أرضية أو خطوط نقل أهوائية إلى المناطق الصناعية والسكنية اللي هما إحنا بنسميهم المستهلكين اللي هو بيتي وبيت حضرتك والبيوت المجورة المنطقة الصناعية المصانع المولات مستشفيات دي كلها بنقول عليها المستهلكين أو الأحمال دي بنقول عليها المستهلكين أو الأحمال طيب أنت في البيت دلوقتي بتقول أنه أو أنا بقول لك أن الطيار اللي جاي من محطة التوليد ده طيار جاي طيار متردد طيب إزاي أنا عندي التلفزيون والتليفون بتاعي واللابتوب بتاعي الكمبيوتر عندي بعض الأجهزة بتشتغل على طيار مستمر وده نوع مختلف عن الطيار المتردد تمام؟ ليه خصائص تانية خالص حتى قيمته مختلفة الشكل الموجي ليه نفسه يعني الشكل الموجي اللي قلنا بقى إيه الجزء المعرفي اللي الطالب بيستفاده اللي هو بيعرف خصائص كل الحاجات دي لكن إحنا زي ما قلنا بنخاطب أهلينا في البيوت فبنقول إنه الطيار المستمر ده بيختلف عن الطيار المتردد قيمته بتختلف عنه قيمته أقل من الطيار المتردد ولكن إزاي بحصل على الطيار المستمر من الطيار المتردد المآخذ الكهربية المآخذ الكهربية عندنا كلها بتبقى موجودة عند المستهلك تبقى موجودة عند المستهلك فيه اللي هي صورة البريز يعني إحنا في البيت بنقول عليها بريزة ولكن هي اسمها العلمي أو اسمها فيه الهندسة الكهربية بيبقى اسمها المآخذ الكهربية هي اللي بحصل منها أو بأخذ منها الطيار الكهربية تمام؟ بأقدر من خلال الشاحن بيبقى فيه دائرة اسمها دائرة توحيد بتاخد الطيار المتردد تعمله عملية تحويل أو توحيد لشكل الموجة الجيبية بتاعته ويتحول من طيار متردد لطيار مستمر أقدر من خلاله أشغل الأجهزة كل الأجهزة اللي عندي اللي بتشتغل على الطيار المستمر تمام كده؟ بندخل على جزء مهم بقى في البيت اللي هو مخاطر الطيار الكهربائي أو مخاطر الكهرباء في البيت احنا في البيوت عندنا أو في المنشآت الصناعية ممكن بيحصل مشاكل كيفية يعني أو الشركات بيبقى الموضوع متأمن لأن مسؤولة عن السلامة والصحة المهنية بتبقى عاملة مهمتها اللي هي الحفاظ على سلامة العاملين والمعدات تمام؟ دي بتبقى خاصة إن هي تأمن مخاطر الكهرباء لكن في البيت عندنا دلوقتي احنا عايزين نشوف إيه هي المخاطر اللي ممكن تقابلني في البيت لو بصنا على الصورة اللي معانا حنلاقي إنه مخاطر الكهرباء اللي ممكن تبقى موجودة عندي لو بصنا على الصورة دي كده حنلاقي إنه دول أطفال قاعدين في البيت ممكن الطفل يعني لو شفنا الصورة الأولى حنلاقي طفل ماسك مشترك وأخوه قاعد جنبه أو طفله قاعدة بتحط الفيشة بتاعة كابل التوصيل بتاعة المشترك في مأخذ الكهرباء اللي هي البريزة والطفل اللي موجود بيلعب بصباعه في الفتحات بتاعة المشترك ودي مشكلة كبيرة للصورة الثانية في طفل قاعد بيدخل صباعه في مأخذ الطيار اللي هو البريزة وكمان صورة كل الحاجات دي بتحصل في بيوتنا خدوا بالكم يعني كل الكلام ده بيحصل في البيوت وبنشوفه اللي هو طفل مثلا قاعد بيلعب قاعد على الأرض كده وشاحن التليفون موجود شاحن اللاب محطوط فممكن الشاحن يكون مش متوصل فهو حط سوكت الشاحن طرف شاحن التليفون أو طرف شاحن اللاب حطه في بقه وقاعد يلعب بالشاحن وفي نفس الوقت الشاحن متصل بالكهرباء ودي مشكلة كبيرة تؤدي لصدمات كهربية لأنه جسم الإنسان بيبقى ليه قيمة مقاومة الطفل بتبقى طبعا قيمة مقاومته قليلة فما بيستحملش قيمة الطيار حتى لو بسيط يعني حتى لو بسيط طيار الشاحن بتاع التليفون اللي بيخرج 2.5 أمبير مثلا 3 أمبير فبيبقى الموضوع كبير عليه صورة تانية فيه طفلة بتلعب بمعدة معدة كهربية يعني الشنيور دوت أو الهلتي اللي موجود في البيت أو الشنيور الصغير الشنيور الكهرابي أو المسقاب الكهرابي اليدوي الصغير ده ممكن يسبب مخاطر كبيرة ممكن الطفلة وهي بتحط كابل التوصيل بتاعه بيبقى وهي بتحط الهلية ميكانيكية أنه ممكن هي مشواردة بالها البنطة أو طرف الطرف الدائر أو العضو الدائر في المعدة دي أو الشنيور ممكن يسبب أنه جرح قطعي فيه أو أوسق بالأحد أطرافها وهي مش فهمة إيه اللي بيحصل فبالتالي أنها تسبب مشكلة طيب بعد كده عندي مجموعة من المخاطر برضو أو مجموعة صور توضح لي المخاطر اللي ممكن تحصل من الكهرباء في المنزل ودي نتكلم عنها شوية لأن كلنا بنقع في الخطأ ده نقول إيه في النقطة دي الجزء دوت خاص بي ممكن يحصل حريق في البيت بسبب الكهرباء ممكن يحصل أنه ماس كهربي أو اللي بنسميها القصر أو القفلة اللي بتحصل في البيت كلنا ما بنبقاش عارفين إيه السبب ويبقى إحنا أسباب ممكن ربة المنزل بدون قصد طبعا هي ما بتبقاش قصد تعمل الكلام ده ولكن الاستعجال أو إن هي عايزة تخلص كذا شغلة في البيت في وقت واحد فتلاقيها بتقع في الخطأ دوت اللي هو إيه؟ لو بصنا على الصورة اللي موجودة قدامنا حنلاقي إنه في صورة بتوضح إنه في مشترك محتوط فيه أكتر من كبل أكتر من حمل وطبعا إحنا الحاجات دي بنسميها أحمال اللي هي مثلا أنت لقيها حتى فيشة الخلاط مع فيشة المايكرويف مع فيشة الغسالة مع الكلام ده كله بيبقى محتوط في مشترك واحد طب ما هي في مشكلة؟ في مشكلة بتقابلني تسبب إنه أوصل بقى للصور اللي موجودة معاها اللي هي الحريق اللي موجود تمام؟ يعني إيه ممكن الحريق يحصل؟ يعني إيه ممكن القصر اللي ممكن يحصل فيه في الشقة وأنا قاعد ألاقي البم اللي بتحصل فرقعة الكهرابة دي إيه اللي ممكن يكون سببها؟ السبب بيكون فيها إنه حطينا أحمال كتير على بريزة واحدة طب إزاي؟ ممكن فيه ناس بتجيب مشترك اللي هو المشترك المتعدد المخارج الصغير وتحطه في المأخذ في البريزة وتيجي محملة عليه أكتر من هذا دولا ممكن لو جربت فيه ناحظة الفيشة وأحط يعني فيه ناس بتقولك إيه؟ الأسهل إن أنا أحط الكابل التوصيل أو الفيشة في المشترك وأحطتهم الاتنين في البريزة ماشي فيشة واحدة ما فيش مشكلة لكن لما تيجي تحط التانية هتلاقيها بتشرز قدامك تمام؟ لما تلاقيها بتشرز ده معناه إنه المشترك اللي انت حطه مش كفاءة إنه هو يشيل أكتر من حمل تمام؟ فده بيبقى بداية إنه يحصل مشكلة ده بيبقى بداية لإنها هتحصل مشكلة إحنا ما بناخدش بالنا منها بلاقي مثلا إنه ودي بتحصل بيجيب كاتل الغلاية بتاعت الميا بيجيب حطتها في مشترك وده ما ينفعش ليه؟ لإن كل الأحمال إحنا بنسميها في الهندسة الكهربية أحمال حسية لكن إنت في البيت تعرفها إزاي الأحمال الحسية؟ الأحمال الحسية دي هي كل الأحمال اللي فيها ملفات يعني سخان الميا في الحمام الكاتل ده حمل حسي يعني فيه ملف المكوى فيها ملف ما ينفعش تحط في مشترك المكوى ما ينفعش تحط في مشترك الكاتل ما ينفعش أو الغلاية ما ينفعش تحط في مشترك السخان المية في الحمام ما ينفعش يتحط فيه مأخذ مع مشترك مع فشة تانية ما ينفعش لإيه لأنه هو الأحمال الحسية دي أو الأحمال اللي فيها ملفات بتكون قدرتها عالية فتسبب الطيار اللي بتسحبه طيار عالي فتسبب إنه بيبقى فيه سخونة في المواصلات اللي هي المواصلات اللي هي الأسلاك النحاس في الفشة أو الكابل التوصيل وبالتالي المشترك ما يتحملش ضربة السخونة دي أو ضربة الحرارة دي فبالتالي العزل الموجود على المواصلات أو العزل الموجود على السلك نفسه بتاع المشترك هيحصل له انهيار للعزل طبقة الورنيش اللي عليه بيبقى فيه طبقة كده لونها بني على السلك النحاس غير الطبقة البلاستيك فبمجرد ما طبقة الورنيش انهارت بالتالي انتقلت السخونة أو الحرارة للطبقة البلاستيكية اللي موجودة على المواصل فبالتالي الطبقة البلاستيك ساحت فحصل إنه تلامس بين الفردتين اللي جوه الكابل تمام؟ لما حصل التلامس بين الفردتين حصلت هنا ايه القصر أو اللي بنسميها في البيت القفلة حصلت القفلة هنا القفلة دي أو القصر ده لو أنا في البيت ما عنديش وسيلة الحماية الكافية أو اللي هي القواطع الرئيسية للشقة أو اللي هي اللي بتبقى لوحة المفاتيح اللي بتبقى موجودة وراء باب الشقة دي بتبقى خاصة إن هي أو وظيفتها هي وسيلة حماية بمجرد ما بتحصل القصر أو القفلة بمجرد ما بتحصل هي بتشعر بارتفاع درجة الحرارة في المواصلات فبمجرد ما حصلت القفلة هي فصلت عملت الحماية يعني تغطية لجميع يعني فصلت الشقة كلها فعملت تغطية لجميع الأجهزة اللي موجودة في الشقة تمام؟ فكده نكون قدرنا نحمي الشقة بوسيلة الحماية دي ولو أنا ما عملتش الخطأ اللي إحنا وقعنا فيه اللي هو الخاص بالتحميل الزايد في المشتركات أو المآخذ ده بيسبب لي مشكلة لو بصنا على الصورة تانية اللي كانت معانا هنلاقي إن فيه اشتعال لهب أو نار بسبب إنه ارتفاع درجة الحرارة يفضل في الأجواء الحرة أو في فصل الصيف إنه ما ينفعش نحمل نحمل على المأخذ الواحد أكتر من حمل اللي قلنا إحنا اتفقنا إن الحمل هو بمثابت إنه التلفزيون بيبقى حمل التلفون لما يحطه على الشاحن بقى حمل على الدائرة الكهربية في الشقة كل الأجهزة الكهربية اللي عندي بتبقى بمثابت إنه هي حمل فأنا لازم أبقى عامل احتياطاتي وواخد بالي من الكلام ده بحيث إنه ما ينفعش أحمل أحمال زي ده الحاجة التانية بالنسبة للمخاطر الكهربية إنه لو حصل إنه فيه سلكين سلك مثلاً إنت حصلت مشكلة في قطع سلك وإنت مش قادر أو مش عارف تحل المشكلة حاول تتصرف بسرعة في إنه يدوب بكرة شريط لحام لازم أي بيت موجود فيه شريط لحام ودي هنقول بعد كده العدد اللي المفروض تبقى موجودة في أي بيت العدد المناسبة اللي تخليني أقدر أقوم بأي مهمة أقدر أنفذ أي حاجة في البيت يعني أقدر أحل مشكلة ولو لحد ما يوصلني فني لحد ما يجيلي فني يحل المشكلة اللي هو أتصرف إزاي بحيث إن أنا أحمي أحمي والدتي اللي وقفة في المطبخ معرضة لصدمة كهربية بسبب إنه هي وقفة في المطبخ إيديها مبلولة أو أرضية المطبخ مبلولة فيه غسلة شغالة فيه ممكن يحصل أي مشكلة لازم أعرف أتصرف بسرعة بحيث إن أنا أحمي المحيطين بالأجهزة والمعدات من الصدمات أو خطر الصدمات الكهربية فبالتالي لازم على الأقل يكون عندي شريط لحام أو بكرة شريط لحام اللي هي اللازق التقيل اللي بيبقى ملون لازم تبقى موجودة واحدة في البيت على الأقل بحيث إنه لو حصل قطع لأي سلك لأي موصل أقدر ألف شريط اللحام عليه بيبقى عملت ولو قدر بسيط من الحماية أو من الوقاية للأفراد المحيطين بحيث إنه ما يحصلش صدمات كهربية لأي حد من الأشخاص المحيطين طيب إيه هي مهمات الوقاية اللي ممكن أستعملها مهمات الوقاية يعني أنا ممكن يبقى عندي جوانتي في البيت الجوانتي ده مخصص لشغل الكهرباء بحيث إنه لو حصلت عندي مشكلة أقدر أنه تعامل مع الفيشة اللي تقطعت يعني أنا ماشي أو حد ماشي في البيت أو طفل ماشي في البيت وإنت حاطت فيشة شاحن التليفون أو شاحن اللاب فهو خد رجله خبطت فيه الفيشة فقطعت الشاحن أو قطعت السلك أو سحبت الفيشة من المأخذ فبالتالي بقت الأصابع بتاعة الكابلة التوصيل أو الفيشة بقت عارية تماماً فبالتالي مش هعرف إني أتعامل معها فبالتالي لو أنا عندي جوانتي اللي هو خاص بشغل الكهرباء ده بيبقى عازل إلى حد ما لو أنا عندي بنسة أو أصافة في البيت أقدر أتعامل مع الكلام ده بس يفضل يفضل إنه ممدش إيدي على الكهرباء طالما الطيار متصل يعني إيه؟ يعني بمجرد ما تحصل المشكلة دي بتصرف على طول أول حاجة أعملها إن أنا أروح على لوحة التوزيع الرئيسية للشقة اللي قلنا اللوحة اللي بتبقى وراء باب الشقة بيبقى فيها مجموعة مفاتيح مجموعة المفاتيح دي كل مفتاح فيهم بيبقى ماسك خط والخط ده بيبقى بمثابة مثلاً القطين ليهم مفتاح الصالة بالطرقة ليها مفتاح تمام؟ المطبخ والحمام ليهم مفتاح فأنا بتعامل مثلاً خط البريز اللي موجود في القطين بالصالة بالطرقة ليهم مفتاح خط البريز اللي موجود في الحمام والمطبخ بيبقى ليه مفتاح أنا بشوف يا إما بنزل القواطع كلها المفاتيح كلها بفصلها فبالتالي أنا فصلت اتأكدت واتمنت إنه الشقة كلها فصلت عنها الطيار الكهربي وبالتالي أقدر أروح أتعامل ولكن برضو يعني أنا بفضل إنه مش معنى إنه فصلت كل الطيار الكهربي أروح برضو أشدها بإيدي تمام؟ ما ينفعش الكلام ده برضو هستعمل العدد اللي موجودة تبقى موجودة عندي أقدر أتعامل معاه تمام؟ تعالوا نشوف مع بعض كده مهمات الوقاية الشخصية اللي ممكن أتعامل معاها إيه هي المهمات دي؟ لو بصينا على الصورة دي حلاقي إن المهمات دي بتختلف يعني ممكن من كل مهمة أو كل أداة أو عنصر من عناصر مهمات الوقاية الشخصية بلاقي منها حاجة واثنين أو تلاتة هل الحاجات دي أنا هستعملها في البيت؟ ما هو أنا في البيت مش هستعمل سيفتي مثلا ولكن دي مهمات بيستعملها الطالب في المدرسة بيستعملها الفني في سوق العمل بيستعملها الفني اللي شغال في شركة أو في منشأة صناعية في حاجات منها أستعملها أنا في البيت تمام كده؟ يعني مثلا في البيت أنا ممكن أستعمل الجوانتي تمام؟ ممكن أستعمل النضارة بحيث إن أنا لو أشغال في شغل بعمل حاجة في البيت أو أداة كهربية بصلحها أو بجربها ممكن أحمي عناية من أي شرارة ممكن تحصل باستخدام نضارات الواقية دي الجوانتي إحنا قلنا إنه هو ممكن يحميني أو يقيني من تعرض أو تلامس المباشر مع المواصلات الكهربية بقية المهمات دي عندي مثلا الخوزة الخوزة دي بيستعملها الطالب في المدرسة وهنشوف صور لبعض الطالبة في بعض المدارس أو أحد المدارس الفنية هنشوف هما لبسوهم إزاي ونقول هما بيلبسوا الكلام ده ليه وإحنا كمان في البيت أنا أستعمل الكلام ده إزاي وزي ما وضحنا إن الجوانتي يعزي الإيدي تماماً عن خطر الصدمات الكهربية أو التلامس المباشر مع الأطراف أو المواصلات الكهربية الخوزة ممكن تحميني من خطر اللي هو سقوط الأشياء أو اللي هي السقوط من أعلى أو إنه حاجة تقع من فوق على تبقى نزلة على الرأس مباشرة فالخوزة بقدر الإمكان بتعمل وقاية يعني بقدر كبير إن هي بتعمل وقاية والكلام ده كله السيفتي ممكن إنه برضو بيفضل في المدارس أثناء العملي بتبقى الطالبة لابس السيفتي وخاصة التخصصات اللي هي يعني التخصصات المعمرية وتخصصات الميكانيكية التخصصات اللي هي بتبقى فيها خطر الصدمات عندي كمان اللي هو سدادات الأزن أو السماعات اللي موجودة السماعات دي بتبقى لو أنا الشغل بتاعي بيبقى فيه ضوضاء أو اللي هو التلوث السامعي اللي هو ناتج عن الضوضاء بحتاج سدادات الأزن أو السماعات اللي موجودة قدامي بيبقى عندي كمان في بعض الصناعات اللي فيها الخطر أو الأخطار الكيميائية أو أبخرة أو غازات وأتخينة بحتاج مثلا الواقع اللي هو القناع بحتاج قناع يكون يحميني من الأتربة والغازات والكيمويات اللي ممكن تبقى منتشرة في المكان بيبقى في منها القناع أو الكمامات تمام كده دي بعض العناصر أو المهمات الوقاية الشخصية وكمان موجود الأفرولات والفست الفست ده بنلبسه لو يعني مثلا أنت كولية أمر لو معاك العربية وانت ماشي على الطريق وحصل مشكلة حصل عطل مفاجئ في العربية أحد الإطارات بتاعت العربية في مشكلة في الدارة الكربية في العربية فأنت بتضطر أنك تنزل بتحاول أنك تعمل أي حاجة تصلح أي حاجة تحل فردة الكويتش بتاعت العربية أو إطار السيارة فلازم عليك أنك يكون معاك الفست ده وكمان بنلاحظ أن المرور دلوقتي وانت بترخص عربيتك أو بتعمل رخصتك بيدي لك الفست ده ضروري لأنه من ضمن المهمات السلامة والصحة المهنية اللي موجودة طيب هو مهمات السلامة والصحة المهنية أو مفهوم السلامة والصحة المهنية ده بيطبق على كل القطاعات آه بيطبق على كل القطاعات لأن أنا بقولك كمان لما بكلمك في البيت عندك آه فيه سلامة مهنية فيه سلامة وصحة مهنية بيبقى بشكل عام أنت ممكن تطبقه في البيت ممكن تطبقه وانت راكب عربيتك ممكن تطبقه وانت مثلا في صنعتك في الشارع أو في سوق العمل وانت شغال في مدرستك انت كطالب أو مدرس في مدرسته بيطبق قواعد السلامة والصحة المهنية كل القطاعات في كل الهيئات بيبقى فيه وحدة خاصة بقطاع السلامة والصحة المهنية طيب الكلام دوت معناه أنه أنت لما تيجي تنفذ أو تطبق قواعد السلامة والصحة المهنية معناها إيه؟ لو أنت في البيوت رباط المنزل بتلاقيها لما بتقف تعمل أو تجاهز واضحة الشباك بتاع المطبخ وتشغل الشفاط هي طبقت قاعدة من قواعد السلامة والصحة المهنية بشكل يعني بديهي بشكل ايه؟ عن طريق مهارات اكتسبتها في المطبخ ومعارف برضو اللي هو ايه الشغل اللي بتعمله ده أو الوجبة اللي بتجاهزها بينتج عنها أدخنة وأبخرة في الشقة فبدل ما تبقى المكان كله معبق بالأدخنة والأبخرة ويحصل تلوث في البيئة المحيطة اللي هي الشقة فبتبقى أنه بتضطر هي تفتح تعمل تهوية والتهوية من ضمن قواعد السلامة والصحة المهنية بتخش المطبخ ربط المنزل أو أختك وهي بتدخل المطبخ بتلاقيها على طول عملت أنه شغلت النور قادة النور في المطبخ فده قاعدة من قواعد السلامة والصحة المهنية اللي هي ايه الإضاءة ضبط الإضاءة وترتيب وتنظيف المكان وكمان تهوية مكان العمل فكل دي حاجات انت بتعملها من قواعد السلامة والصحة المهنية الحاجة المهمة في تخصصنا بقى احنا في الكهرباء أو في موضوع حلقتنا النهاردة عن الكهرباء أنه من أهم قاعدة قلناها في قواعد السلامة والصحة المهنية لما هاجأت عامل مع أي جهاز كهربي هاجأت عامل مع حصلت مشكلة في المروحة اللي شغالة حصلت مشكلة في المكوى حصل مشكلة في البريزة وهنشوف بعد كده في فيديوهات البريزة والمأخذ لو أنا حصل إنه البريزة دي أنا شايف إنها بقت واسعة على الشاحن نتيجة إنه حصل إنه أنا حطرت المكوى تمام الأسباب اللي تعملي مشكلة في البريزة تخليها واسعة أنه أنا حطيت المكوى والمكوى كانت عالية وشغال بيها فحصل أنه المكوى حمل كبير على نوع البريزة دي ما هو مش كل أنواع البريز أو المآخذ بيحصل فيه المشكلة دي حصل أن البريزة بقت واسعة فكل ما حط فيشة الشاحن أو فيشة المكنسة أو فيشة الخلاط بتبقى الفيشة واسعة بيبقى فيه عدم إحكام للمأخذ مع الكابل التوصيل فده مشكلة بتقابلني أنه علشان أحلها قاعدة السلامة والصحة المهنية داخل بيتي وأنا بعمل حاجة تخص الكهرباء لازم فصل الطيار الكهربي عن مكان العمل تمام كده يبقى فصل الطيار الكهربي عن مكان العمل ودي أهم قاعدة بنقولها حتى بنعلمها لولدنا في المدارس بنعلمها لهم بحيث أنه يعني يكون ملم الخطوة دي قاعدة مهمة طبقها في البيت طبقها في المدرسة طبقها في شغله اللي بينزل يشتغله في سوق العمل لازم يبقى عارف وملم بقواعد السلامة والصحة المهنية تمام؟ طيب في عندي في الصور اللي احنا شفناها قبل كده شفنا إيه؟ شفنا أن في حريق ممكن ينشأ بسبب الكهرباء صح كده؟ شفنا أن في حريق ممكن ينشأ بسبب الكهرباء ودي مشكلة أنه الحريق اللي موجود عندي ما ينفعش ما ينفعش أن أنا أروح على حريق كهرباء وأعمل له عملية الإطفاء بالمية ده بالعكس ده أنا هزود الخطر هيزيد أضعاف وعندي هنا الصورة اللي قدامنا بتوضح لي مجموعة أو أنواع مختلفة من طفيات الحريق عندي هنا النوع الأول اللي هو باللون الأزرق عليه شريد بالأزرق ده ده النوع الجافة أو البودرة الجافة عندي النوع الثاني اللي هو مكتوب عليه ووتر دي طفيات حريق مياه وفي الأصفر دي اللي هي الحاجات اللي هي طفيات كيميائية بتستخدم فيها المواد الكيميائية للإطفاء واللون اللي بعدها اللي هو مكتوب عليه الفوم دي طفيات الرغوة والطفيات دي كلها نقول كده يعني أنه مش كل الطفيات بيستخدم فيها أو مش كل أنواع الحريق بتستخدم فيها أي نوع طفيات وكمان يعني ما أقدرش أن أنا أقول في البيت أنه لازم يبقى عندي جميع أنواع الطفيات ما أقدرش أقول لك هات جميع أنواع الطفيات في المنزل وتلاقي كمان في المرور وانت بترخص عربيتك كولية أمر أو رب أسرة وانت بترخص العربية بتلاقي أن هما بيأكدوا على الطفيات ولو بصيت على الطفاية اللي موجودة مش هتلاقيها يعني لو بصيت على طفاية العربية طفاية الحريق في العربية مش هتلاقيها طفاية مياه تمام كده ليه؟ لأنه ممكن يكون الحريق اللي ناتج في العربية بسبب لقدر الله بسبب يعني الماس كهرابي فيه أحد أسلاك السيارات ودي مشكلة لو أنا طفتها عملت عمية الإطفاء بتفايات المياه تمام فده بيبقى مترتب عليه أنه أنت كولي أمر أو ربط أسرة أو أحد أفراد الأسرة في البيت يفضل أنك لازم يكون موجود طفاية حريق في البيت طب أي نوع من طفاية الحريق أنا أقدر أجيبه في البيت أنت تقدر تجيب أي نوع ولكن يفضل أن أنا من المهارات بقى والخبرات اللي أنا اكتسبتها كطالب كنت تعليم فني أوليه أمر درس التعليم الفني التعليم الفني فأقدر من خلاله أنه أنا اكتسبت مهارة ومعرفة تحديد نوع الطفاية اللي أنا أقدر أستخدمه تمام فبالتالي أنه لو بصيت على عربيتك هتلاقي أن الطفاية اللي موجودة طفاية جفة مكتوب عليها اللي هي كلمة باودر أو البودرة أو هتلاقي مكتوب عليها الفوم اللي هي الرغوة تمام فبالتالي أقدر اكتسبنا ساعتها كده أو من المهارة بتاعتنا عرفنا أنه طفاية الحريق اللي هي اللي تستخدم مع حريق الكهرباء سواء في المنزل أو في السيارة أو في أي حريق الكهرباء ما ينفعش أستخدم الميا ما ينفعش حق فيشة الغسالة أو الشفات أو حق فيه لها بتطلع فيه الطبقة الغلاف البلاستيك اللي موجودة على الفيشة أو على كابل التوصيل ما ينفعش على طول إيه أجي شوية مياه ودلقها عليها خطر خطر كبير أنت بتكبر الموضوع أنت كده بتزود الموضوع تمام كده فبالتالي مطلوب مننا أنه نبقى عارفين نوع الطفاية طفايات الحريق اللي ناتج عن الكهرباء دايماً بيفضل استخدام الطفايات البودر أو اللي هي البودرة الجفة أو الرغوة لأن دي الرغوة بتحكم الحريق بتخنؤه بتخنؤ الحريق بتمنع عنه الإرسوجين علشان ما ينتشرش بزيادة والبودرة الجفة بتعمل عملية الإطفاء المناسبة وكمان عندي أنه حريق الكهرباء ما ينفعش أتعامل معاه وروح أشد إيدي بسرعة تمام بنتمنى في نهاية حلقتنا النهاردة أنه نكون اكتسبنا بعض المهارات اللي ممكن أنا أطبقها في البيت وعلى موعد في لقاء قادم إن شاء الله هنكتسب فيه مهارة أنه أنا أقدر إزاي أغير المفتاح أغير البريزة أعرف طرف الكهرباء منين أعرف أحد الطرف اللي فيه طيار منين الكلام ده كله فيه حلقة قادمة ولقاء متجدد إن شاء الله نلقاكم على خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته